بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج كثير من الأخوة والأخوات بعثوا برسائل حول قضيتي معنى رؤية الميت في عالم الرؤية في عالم المنام وهناك ثمانية أحلام وثمانية رؤى هي المشهورة في رؤية الميت هناك العشرات من الرموز في رؤية الميت في عالم المنام ولكن هذه الثمانية هي المشهورة في عالم رموز رؤية الميت الميت أولا أولا بصورة عامة عندما يخبرك عن حاله فهو صادق وعليك أن تتحرك فورا في حل مشكلته أو في إبراء ذمته أو إنه عندما يخبرك بأنه جيد وأنه بحالة جيدة فهو يعيش في عالم لا كذب فيه هو يعيش في دار الآن لا كذب فيه صدق مئة بالمئة لذلك رجاء عندما يأتي إليك الميت في عالم الرؤية من أهلك من أحبائك إلى غير ذلك ويخبرك مثلا ويقول لك بأني جائع عليك أن تتحرك فورا وأن تتصدق له بالثواب والأعمال الصالحة فهو حقا جائع في ذلك العالم هو لا يكذب عليك هو في عالم آخر في عالم البرزخ عالم لا كذب فيه مطلقا أو عندما يقول لك بأني لست بإنما رأسي وذياني هذا يدل على أن لديه خلل في الصلاة عليك أن تتحرك فورا لتؤدي ما في ذمته من الصلاة عندما يقول مثلا قدمي تؤذيني أو قدمي تؤذيني هذا يدل على أن سعيه في عمل الخير قليل جدا فحاول أن تؤدي له بعض الصدقات والأعمال الصالحة إلى غير ذلك فهو عندما يخبرك بشيء إنما أذن الله سبحانه وتعالى له بأن يخرج من ذلك العالم ويأتي إليك فلا يعني تكتفي فقط بأني رأيت والدي رأيت أمي في عالم الرؤية رأيت عمي خالي صديقي رأيته وقال لي كذا وتكتفي عليك أن تتحرك لتحل مشكلته وهو في ذلك العالم إذن الرؤى التي هي مشهورة في رؤية الميت إذا رأيت الميت عريس ولديه زوجة وهناك حافل إلى غير ذلك فهذا يدل بأن هذا الميت سوف يموت أحد من أقاربه أجله قريب أحد أقاربه سيموت أما الرؤية الثانية إذا رأيت الميت أنه ميت يعني أنت ترى في المنام بأن فلان هو ميت في أرض الواقع ولكنك رأيته أيضا في عالم المنام في عالم الرؤية بأنه قد مات وبأن الناس قد اجتمعوا حوله وحملوا جنازته وقاموا بدفنه هذا يدل بأن أحد أقاربه سوف يتزوج قريبا الرؤية الثالثة أو المنام الثالث إذا رأيت الميت بحال معين يعني مثلا إذا رأيته يصلي إذا رأيته يستغفر إذا رأيته يطوف إذا رأيته يزور إذا رأيته يعمل عملا صالحا فهذا يريد أن يخبرك الميت بأنه بحالة جيدة بحمد الله عز وجل خوف عليه فلا تخاف عليه وبالعكس إذا رأيته مثلا أعمل سمح الله لديه فالشيء نقص في بدنه في جسمه إلى غير ذلك في مكان وسخ في مكان قذر أجلكم الله فبالعكس عليك أن تسار على إنقاذه وعليك أن تحاول أن تحل مشكلته الرؤية الرابعة والمنام الرابع إذا رأيت الميت قد أعطاك شيئا فإن أعطاك شيئا فهذا شيء جيد الميت إذا أعطاك شيء سواء مال أو غير المال ثياب صندوق جنطة إلى غير ذلك محبث ذهب أي شيء يعطيك الميت فهو شيء جيد ونافع وسوف تأتيك المنفع من جهة ميؤوس لأن الميت قد مات فلا يمكن الاستفادة منه فأنت الظاهر سوف تأتيك من منفع من مكان قد يأست بأن تنتفع منه أما الرؤية الخامسة أو عفوا السادسة إذا رأيت الميت قد أخذ منك شيئا فهذا غير جيد إطلاقا يعني إطلاقا غير جيد فهذا يدل سوف يأخذ منك شيئا تمر بظروف صعبة ما هو الشيء الذي قد أخذه منك سوف تمر به بأزمة كبيرة ولا سمح الله إذا رأيت الميت قد أخذك معه وأخذك إلى مكان مجهول لا سمح الله فهذا يدل على اقتراب الأجل لا سمح الله أما إذا لا يعني قلنا سابقا إذا رأيت الميت وأنت مشتاق إليه وتعلم بأنه ميت وقد احتضنته وعانقته وسألت عن أخباره لهذا يدل بأن عمرك طويل الميت في الرؤية السابعة يعني المنام السابعة إذا رأيت الميت قد أكل شيئا يأكل شيئا مثلا يأكل برتقال يأكل حلويات يأكل سمك يأكل دجاج هذا الشيء الذي أكله سوف يغلى سعره على أرض الواقع هذا الشيء الذي أكله أو الأكلات التي أكلها أو الأشياء التي أكلها سوف تغلى أسعارها على أرض الواقع كذلك في الرؤية الثامنة إذا رأى الميت أو عفوا إذا رأيت نفسك أنت قد مت أنت ترى نفسك قد مت في عالم الرؤية في عالم المنام بأنك قد مت وأصبحت ميت هذا يدل وهذا معناه بأنك لن تبلغ ما تريده من الحياة الدنيا من طموحات من أمنيات ما في بالك من أمنيات من طموح لن تصل إليه إذا رأيت نفسك أنت في عالم المنام بأنك ميت فإذا رأيت نفسك ميت فهذا يدل بأنك لن تنال طموحك في الحياة الدنيا هذه ثمانية أحلام ثمانية رؤى هي من أشهر الرؤى والأحلام في رموز عالم الموتى نعم هناك المئات من الرموز ولكن هذه أشهرها نسأل الله سبحانه وتعالى عندما نرى يعني أمواتنا ياتون إلينا في عالم المنام ألا نقصر معهم مطلقا فهم في عالم بعيد قد انقطع عملهم وبقي حسابهم نحن اليوم بحمد الله عز وجل عمل بلا حساب وهم الآن يعيشون حساب بلا عمل فإذا أذن الله سبحانه وتعالى لأحد من أهلك من أقاربك من أصدقائك أن يأتي إليك في هذه النشأة يرجع إليك في هذه النشأة ويخبرك بحاله فسارع فورا على حل مشكلته لا تكتفي فقط بأن تتكلم بأني رأيت أبي أمي أخي عمي خالي صديق لا تكتفي بذلك لأن هؤلاء مساكين أصبحوا الآن في عالم لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم ولو بمقدار ذر وينادون فقط يا راب ارجعني لعلي أعمل صالحا فيما ترأكت نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة لنا جميعا في ظل هلاية علي بن أبي طالب عليه السلام برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام